نسبة كلامي عن الأمان والاطمئنان وواحد بس خليني أرجع لمستر موسماني ولازم ندي الراجل حقه لأنه يمكن الراجل في آخر أيامه مع النادي الأهلي ما كانش الأداء في أعلى مستوياته ويمكن كان فيه نزيف نقاط كده نوعا ما خل الناس تقلق شوية على مشوار نادي الأهلي وعلى فرص قدرته على المنافسة على البطولة لكن خليني أرجع الحق لصحابه رغم نزيف النقاط ده وأنا كنت أكلم حضراتكم رقميا دلوقتي وحسبين أنه الأهلي لو لعب منشطة مؤجلة وحصل على العلامة الكاملة يقدر يتفوق على أبرز أو أكبر منافسي في البطولة بفارق خمس نقاط وده يعتبر إلى حد كبير فارق نوعا ما ممكن يكون مريح والفضل في ده البداية القوية جدا اللي لعب بها النادي الأهلي في الداية الموسم والأداية الأكتر من رائع اللي شاهدناه في بدايات الموسم مع مستر موسماني والفضل هنا لابد أنه نعترف به مستر موسماني الحقيقة البداية القوية جدا هي اللي خلت الأهلي رغم تراجع المستوى وحالة الإجهاد والغيابات والإصابات وفقدان النقاط أنه مازال عنده فرصة كبيرة جدا وحظوظه مازالت مستمرة فيما يتعلق بصدارة البطولة ترجمة نانسي قنقر